عاجل جدا ويحدث الآن وجولة إخبارية حول العالم وحالة من الاستنفار القسوى برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في جولة مع أهم الأخبار حول العالم بريطانيا تحترق النيران تلتهم المنازل في مقاطعة كينت بسبب الحرارة بريطانيا تستنفر بعد وصول الحرائق إلى منازل سكنية في مقاطعة كينت خطت درجات الحرارة السلساء في بريطانيا للمرة الأولى عتبت الأربعين مسجلة أربعين درجة واثنين من عشر درجة في مطار هيسيرو لما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية ووصلت الحرائق اليوم السلساء إلى المناطق السكنية في مقاطعة كينت البريطانية حيث أظهرت اللقطات النار وهي تلتهم المنازل وجاء المستوى الجديد بعد ساعة من تجاوز المملكة المتحدة الحرارة القياسية البالغة 38.7 درجة مقاوية المسجلة في 2019 في كينبردج بالشرق إنجلترا ويأتي الارتفاع الجديد وسط موجة حر تجتاح شمال غرب أوروبا نقلا عن فرانس بيرس هذا وسجلت مستويات حرارة كياسية في أوروبا الاثنين وصلت إلى حد أربعين درجة مقاوية مع هيمنة موجة حر على القرى منذ أيام وكان الاثنين أكتر الأيام حارا في تاريخ فرنسا استجاوزت الحرارة القسوة في كل المناطق 30 درجة مقاوية فيما تروحت بين 38 و40 درجة في جزء كبير من البلاد نقلا عن شرق الأوسط وستبلغ موجة الحر زروتها على الواجهة الأطلسية للقرى ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوص الجو مع تفاكم متوقع في تركز الأزون ورصدت صور زوارق علقة في الوحل في بحيرة بريني التي يغذيها نهر دوابوس في سويسرا بالقرب من الحدود مع فرنسا وفي بلدة كارمنوليا الواقعة قرب مدينة تورينو شهد قاع نهربو أطول أنهار إيطاليا الذي يشهد أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاما ومن بريطانيا للسودان احتجاجات غضبة لقابلة الهوسة في السودان بعد نزاع داني تظهر الألاف من أبناء قابلة الهوسة التي كانت طرفا في نزاع قبلي أوقع 79 قتيل منذ نحو أسبوع في مناطق عدة في السودان لطلب القصص للقتلة في تحرك بيبرز هشاشة الوضع في بلد متعدد الأزمات في الخرطوم على طريق المطار أحد الشرايين الرئاسية في وسط العاصمة السودانية أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل الدموع لتفريق عدة مئات من المتظاهرين الذين رفعوا لافتات كتب عليها لا لقتل الهوسة والهوسة هم وطنون أيضا بحسب صحفي من فرانسي بيرز بدأت الاشتباكات الأخيرة في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا بسبب النزاع على الأراضي بين قبيلة ألبرتي وبين الهوسة والهوسة هي واحدة من أكبر القبائل في إفريقيا وتعد عشرات الملايين ويعيش أفرادها في مناطق بتمتد من السنغال إلى السودان